الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فأسأل الله جل وعلا أن يسبع عليكم نعمة وأن يبارك فيكم وأن يختم لكم شهر رمضان بالخيرات وبالرضى منه وبرفعة الدرجة وبمغفرة للذنوب والسيئات وأسأل الله جل وعلا أن يعيده على الجميع عواما عديدة ونحن بأحسن حال على إيمان وتوحيد وسنة وتقوى من الله ورضوان كما نسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن فهم كتابه وعرف معانيه لعلنا بإذن الله عز وجل أن نقرأ عددا من آيات سورة النحل في لقائنا قبل الأخير حيث بإذن الله عز وجل نكمل السورة غدا بإذنه جل وعلا فلنقرأ الآيات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم لما ذكر الله جل وعلا في هذه السورة ما أنعم به على العباد من النعم ولذا سميت هذه السورة سورة النعم ذكر أنه أباح لهم الطيبات ومنعهم من الخبائث فأحل لهم ما يكون عائدا عليهم بالنفع فقال فكلوا والأصل في لفظة كلوا أن تكون أمرا والأمر للوجوب والأمر للوجوب وذلك أن أصل الأكل واجب وأما تحديد نوعه فهذا يختلف باختلاف ما ترغبه النفوس وبالتالي ليس نوع الأكل واجبا فإن الله أوجب على الناس إبقى مهجة نفوسهم وعدم إلقائها بالتهلكة ومن ذلك أن يمتنع الإنسان عن الأكل ثم قال مما رزقكم الله فمن هذه للتبعيض فيقول بأن الله قد وهبكم نعما أكثر مما تحتاجون إليه ووهبكم من الأرزاق أكثر مما تأكلونه وهذه نعمة من عند الله عز وجل ثم ذكرنا بأن هذا الرزق إنما هو من الله تعالى لأن لا يغتر الإنسان بجهده وبعمله ويظن أن ماتاه من الخيرات ناتج مجرد لحركته وفعله هو فالله هو الذي وهبك القوة والله هو الذي أكسبك الفعل والله هو الذي جعلك تتجه لما ينتج عنه الرزق والله الذي هيأ لك هذا الرزق ولذا كم من إنسان أكثر منك قوة لم ينلمانلته من رزق الله تعالى ثم بيّن أن هذا الرزق الذي شرع لكم أكله هو الحلال الطيب فأما المحرمات فإنها خبيثة وبالتالي تمنعون من أكلها ثم أمرنا الله جل وعلا بشكر هذه النعم فلما قال في أول السورة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها قال هنا واشكروا نعمة الله كيف نشكر نعمة الله بثلاثة أمور أولها أن نعترف بقلوبنا أن هذه النعمة من عند الله عز وجل وفعلنا وفعل غيرنا أسباب وإلا فإن الرزاق هو الله جل وعلا فهذا هو الطريق الأول من طرق شكر نعمة الله عز وجل أن نعترف بقلوبنا أنها من عند الله عز وجل وأما الطريق الثاني فأن نتحدث فيها بألسنتنا شاكرين لله عز وجل وأما الطريق الثالث فبصرف هذه النعم في مراضي الله لا في معاصي فهذا هو الذي يتحقق به الشكر لنعمة الله ونعمة هنا اسم جنس يصدق على القليل وعلى الكثير كما تقول ما يصدق على القليل وعلى الكثير فهكذا نعمة ونسبها إلى الله لأن الله هو مستيها وبيّن أن شكر نعمة الله شرط من شروط العبودية له تعالى ولذا قال إن كنتم إياه تعبدون وقدم الضمير المفعول به إياه للحصر والاختصاص كأنه قال الذي لا تعبدون أحدا سواه فإن تقديم المعمول يفيد الحصر ثم قال إنما وإنما أيضا آدات من أدوات الحصر فقال إنما حرم عليكم الميتة والمراد بها ما ماتحت فأنفيه بدون تذكية ومن أمثلته المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع فهذه ميتات يحرم أكلها أما المذكات فإنه لما سفح الدمها وخرج خارجا منها طابت وحلت ثم قال والدم فالدم المسفوح لا يجوز تناوله كانوا في الجاهلية يضعون الدم في مصران بهيمة الأنعام المصير ثم يقومون بشيها وأكلها فجاء الشرع ونهى عن ذلك ثم قال ولحم الخنزير فالخنزير هو الحيوان المعروف حرام لا يجوز أكله ونص على اللحم لأنه أكثر ما يطلبه الناس وإلا فإن جميع أجزاء الخنزير حرام ونجيسة وذلك لأن النجاسة يتعدى حكمها لمخالطها ومن ثم فجميع أجزاء الخنزير حرام ونجيسة نجيسة ثم ذكر نوعا آخر وهو ما أهل لغير الله به وأهل يعني رفع الصوت به يقال أهل المولود يعني خرج يصيح أول ولادته ولذا سمي الهلال هلالا لأن الناس يرفعون الصوت عند رؤيته ويشتهر خبره ثم قال وهنا قال وما أهل لغير الله به ومثله في سورة المائدة بينما في سورة البقرة قال وما أهل به لغير الله وذلك لأن هذه الآيات تتكلم عن اللحوم وعما يحل منها وما لا يحل فأخر الجار والمجرور ثم استثنى فقال فمن اضطر أي ألجئ من الجوع الشديد الذي لا يستطيع معه الإنسان الصبر ولم يكن باغيا أي لم يكن آثما بالاعتداء والبغي على الآخرين ولا عاد يعني أنه لم يكن عاصيا لله جل وعلا فحينئذ يعفى عنه أكل هذه الأمور فإن الله غفور رحيم يتجاوز عن عباده الإثم والمؤاخذة في حال الاضطرار وتلاحظون هنا أن الحل حال الاضطرار سيقى في مساق الأكل أما في باب العلاج فإنه لم يؤت فيه بمثل ذلك بل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها ثم ذكر جل وعلا شيئا من اعتداء الناس في الجاهلية بتحريمهم لبعض ما أحل الله تعالى فقال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام فوصف الشيء بأنه حلال أو بأنه حرام لا بد أن يرد عليه دليل من الشرع ولا يجوز للإنسان أن يحل أو يحرم شيئا بدون أن يكون له دليل ثم قال لتفتروا على الله الكذب فإنه لما حذر من الافتراء في الكذب في قوله إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون ذكر نوعا من أنواع ذلك الافتراء في الكذب في الكذب على الله في تحريم الحلال أو تحليل الحرام ثم بيّن أن من كان كذلك فإنه لن يفلح وسيكون له العذاب الأليم فقال إن الذين يفترون على الله الكذب سواء بتحليل الحرام أو بنسبة الولد إلى الله أو بالقول بأن هناك شركاء يعبدون مع الله أو نحو ذلك من الكذب على الله الذي ذكر في أثناء هذه السورة قال إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون والفلاح هو الفوز الدائم ومعنى أنهم على خسارة شديدة صحيح قد يؤتون بعض أمور الدنيا لكن لا تغرنكم الدنيا ومتاعها ولذا قال متاع قليل أشياء يتمتعون بها وإلا فالحقيقة أنهم لا يملكونها ولهم عذاب أليم أي موجع مؤلم أشياء تحريم على أولئك القوم وهم اليهود وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وقد ذكر الله جل وعلا في سورة الأنعام شيئا من المحرمات كما قال تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل الذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل الظهورهما وقال جل وعلا إلا ما حرم إسرائيل على نفسه إلا ما حرم يعقوب على نفسه إلا ما حرم إسرائيل على نفسه فالتحريم كان خاصا بهم ثم قال تعالى وما ظلمناهم أي أن التحريم الذي لحق بهم كان سببا من أسبابه ما أقدم عليه من أفعال محرمة ومن أقوال لا تليق بالله جل وعلا ولذا حرم الله عز وجل عليهم بعض ما أحل لغيرهم من الأمم وهذا من الله جل وعلا نتيجة ما وقع منهم الظلم والله تعالى قد بيّن أنه قد حرم على بني إسرائيل بعض ما أبيح لغيرهم وهذا التحريم قد يكون تحريما شرعيا بنزول الحكم عليهم من الله وقد يكون تحريما كونيا بكون يتضررون من تناول بعض ما يقدره الله جل وعلا أمامهم ثم قال جل وعلا ثم إن ربك بعد أن ذكر ما قد يحدث من الناس من افتتان بسبب ظلم بعضهم لبعضهم الآخر وما قد يحدث من مخالف لأمر الله فتح باب التوبة وهكذا طريقة كتاب الله عز وجل فإن الله لا يعرض ذنبا في كتابه إلا ويثني بذكر التوبة بعدها ليفتح الباب للعباد ليعود لله جل وعلا فقال ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة السوء يعني المعاصي لماذا سميت بهذا الاسم لأنها تسوء وجه صاحبها يوم لقائه لرب العزة والجلال وقال بجهالة يعني أن قلوبهم لم تمتلئ من مخافة الله وبالتالي أقدموا على هذه المعصية قال ثم تابوا من بعد ذلك أي رجعوا وعادوا إلى الله وندموا على ما فعلوه من الأفعال وهذه الآية عامة في جميع الذنوب بلا استثناء وشرط الله مع التوبة أن يكون هناك إصلاح لحال العبد في مستقبل أيامه فقال وأصلحوا يعني أنهم استقاموا على الطريقة بعد توبتهم إن ربك من بعدها أي من بعد هذه التوبة والإصلاح لغفور الرحيم وقال إن ربك بيذكر العباد بأنه هو الذي أنعم عليهم بصنوف النعم ورباهم بفضله سبحانه وتعالى فهذه آيات فيها عدد من الأحكام منها بيان أن الأصل في الأكل وهو وجوب أن يأكل الإنسان ما يسد به رمقه وينقذه من الجوع ومن الهلاك وفي هذه الآيات التذكير بأن جميع ما في الكون هو رزق من عند الله تعالى وفي هذه الآيات تحري من يأكل الإنسان من مال غيره بدون إذنه ولذا قال حلالا يعني أنكم قد أذن لكم في أكله سواء بملككم له أو بإذن مالكه لكم لتأكلوا منه وفي هذه الآيات فضل الله على العباد بأن جعل الطيبات حلالا مباحة مأمورا بأكلها وفإن قال قائل متى يكون الشيء طيبا قيل صفات الطيب والحسن أمور ذاتية خلق الله المخلوقات وهي متصفة بها فالفعل الجميل والمأكولات الطيبة منذ أن خلقها الله وهي كذلك والشرع بما ورد من إباحة الطيبات وتحريم الخبائث كاشف لنا يبين لنا ما هي الطيبات وما هي الخبائث ومن فضل الله عز وجل أننا ما بين وقت وآخر تظهر لنا البحوث التي تبين لنا أن ما منع منه الشرع يعود علينا بالضرر وأن ما أباحه الشرع فإنه مفيد لنا وهذا من دلائل صحة هذه الشريعة وفي هذه الآيات وجوب شكر الله تعالى فإن الله قد أمر بهذا في قوله واشكروا والشكر يتضمن أن تنسب النعم إلى الله بالقلب واللسان وأن تستعمل في مراض الله وفي هذه الآيات وجوب إفراد الله بالعبادة وتحريم صرفها لغير الله وفي هذه الآيات أن الشكر للنعم من عبادة الله تعالى وفي هذه الآيات تحريم الميتة وهي ما مات حتفا فيه وظاهر هذا أنه يشمل جميع أجزائها فيشمل لحمها وعصبها وكبيدها وعظامها وجميع أجزائها وقال هنا حرم الميتة مع أن التحريم في الأصل يكون للأفعال ولا يكون للذوات فلا تقول هذا العمود حلال أو هذا العمود حرام وإنما تقول بناؤه شراؤه الاستناد إليه ونحو ذلك من الأفعال فلما قال هنا حرم الميتة والتحريم لا يصدق إلا على الأفعال والميتة من الذوات فالجواب أن هذا عند علماء الشريعة يسمى دلالة الاقتضاء بأن يحذف جزء من الكلام يكون معلوم فقدر بعضهم الكلام هنا بأنه حرم أكل الميتة وقال آخرون بل لم يحذف الفعل هنا إلا لإرادة التعميم فكأنه حرم جميع الأفعال المتعلقة بالميتة إلا ما ورد دليل بجوازه ولذا قالوا بأنه كما يحرم أكلها يحرم بيعها ويحرم أكل ثمنها ويحرم الانتفاع بها وقد استدل فقهاء الحنابلة بهذه اللفظة على تحريم جلد الميتة وقالوا بأن الآية بعمومها تشمل جلد الميتة وجمهور العلماء يجيزون استعمال جلد الميتة مما أكل اللحم متى تم دبغه وكان من استدلالات الحنابلة في هذا ما ورد من حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه قال وردنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر ألا تنتفع من الميتة بإيهاب ولا عصب فالعصب هو العصاب المشهورة والإيهاب هو الجلد ولكن قال طائفة بأن الإيهاب هو الجلد قبل الدباغة وأما بعد الدباغة فإنه لا يسمى إيهابا ومما تدل عليه الآية تحريم الميت تحريم الدم ونجاسة وتحريم بيعه وتحريم الانتفاع به لكون دلالة الاقتضاة تفيد العموم كما تقدم والدم هنا قد قيد في آية أخرى فقال أو دم مسفوح ولهذا فإن الدم الذي يكون في العروق لا يدخل في التحريم وإنما الذي يراد هنا الدم المسفوح وظاهر هذه الآية أنه لا يجوز تناول الدم ولا شربه ولا شيه وهكذا لا يجوز يطعام الدم للحيوانات المأكولة بعض أهل المزارع يأخذون الدم ويطعمون به الدجاج فحين تكون الدجاجة جلالة لأنها أكلت نجاسة الدم ومن ثم لا تأكل حتى تطعم طعاما طيبا لمدة تزول بها آثار هذا الدم وفي الآية تحريم لحم الخنزير كما تقدم أن جميع أجزاء الخنزير حرام وبقي هنا ما يتعلق بالجلد حيث قال بعضهم بحل جلده وقال آخرون بأن الخنزير إنما له جلدة لطيفة لا يمكن الانتفاع بها وبالتالي تتقطع في يد من يريد أن يستخلصها من الخنزير وكان مما بحثه العلماء شعرة الخنزير فإن له شعرة يستعملونها سابقا في الأحذية ووقع التردد بين العلماء فيها فقال طائفة بأنها حلال لأن الشعر لا يحكم عليه بحكم البدن الذي خرج منه ولذا لو جز شعر الماعز أو صوف الأغنام فإنه يجوز استعماله لأنه خارج عن بدنه قالوا فهكذا ما كان من الخنزير وفي الآية تحريم ما ذبح لغير الله سواء ذبح على جهة التقرب للأصنام أو ذبح لشيء من المعبودات أو ذبح لبني آدم على جهة التذلل له والخضوع له كانوا سابقا إذا ورد عليهم معظم أتوا ببهائم الأنعام فذبحوها ونحروها في وجهه يعني في طريقة فهذا المذبوح ميته لا يجوز أكله ولا يجوز الانتفاع به ومثله أيضا ما يوجد في بعض البلدان من ذبح شات للجن كما لو أراد أحدهم أن يسكن بيتا جديدا ذبح ذبيحة في هذا البيت للجن من أجل أن لا يقرب هذا البيت بزعمهم فهذه الذبيحة ذبحت لغير الله وبالتالي فهي نجيسة ولا يجوز أكلها فإن قال قائل ما ذبح للضيف ما حكمه فنقول ما ذبح للضيف هذا ذبح أصالة لله ولم يذبح للتقرب للضيف وإنما ذبح لإكرام الضيف ولذا ذبح النبي صلى الله عليه وسلم لأضيافه وذبح إبراهيم العجل لأضيافه لأنه لا يعبدهم بذلك وإنما يكرمهم وظاهر هذه الآية أن المحرم هو هذا المذكور في هذه الآية وقد ورد في الحديث تحريم أشياء أخرى كما ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير فهذه حرام وأيضا ورد تحريم أشياء أخرى في الأحاديث فقيل بأن الآية تتحدث عن أول زمن التشريع لأنها مكية والتحريم الذي تعلق بهذه الأشياء الواردة في الحديث إنما وردت بعد ذلك فكأنه قال إنما يحرم عليكم الآن عند نزول هذه الآية القول الثاني يقول بأن هذا التحريم المذكور في الآية تحريم لما ذكر في القرآن وذاك لما ذكر في السنة وعلى كل فتحريم مثل البغال والحمير ونحوها قد ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فكما أننا خصصنا الميتة فقلنا ميتة السمك وميتة الجراد تحل وكما قلنا بأن الكبد والطحال يحلان لورود الحديث بذلك واستثنيناها من الآية فلا يمتنع أيضا أن نثبت حكما آخر بواسطة الأحاديث الأخرى واستدل في هذه الآية أن المضطر يجوز له أن يتناول من الأطعمة ما تزول به حالة الاضطرار وفي هذه الآية من الفوائد أيضا تحريم البغي والاعتداء على الآخرين وفيها تحريم المعاصي وقد استدل الجمهور بهذه الآية على أن من سافر سفر معصية فإنه لا يجوز له أن يترخص برخص السفر وذهب الحنفية إلى جواز ترخصه برخص السفر ولعل قول الحنفية في المسألة أظهر فإن النصوص التي وردت بتعليق الرخص بالسفر عامة لم تفرق بين سفر وآخر قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وقال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ولم يفرق بين حال المعصية وحال الطاعة وفي هذه الآيات تحريم أن يقول الإنسان للمباحات بأنها حرام أو يقول للمباحات أو يقول للمحرمات بأنها حلال وتحريم أن يثبت الإنسان حكما بحل أو حرمة إلا بناء على دليل شرعي وعلماء الشريعة يستدلون بالأدلة من الكتاب والسنة وغير العلماء يستدلون بأقوال الفقهاء الذين يرشدونهم ويبينون لهم ما يحل مما لا يحل وفي هذه الآيات أن الكذب على الله من أشنع الذنوب وأنه من كبائل الآثام وأن صاحبه مستحق للعقوبة الدنيوية والأخروية وفي هذه الآيات فضل الله على هذه الأمة بأن أباح لها بعض ما حرم على من سبق ها من الأمم وفي هذه الآيات أن تحريم المحرمات قد يكون ناتجا عن ظلم العباد وما حصل منهم من مخالفة للشرع وفي هذه الآيات دعوة الله تعالى العباد الذين أساءوا إلى التوبة والإصلاح وبيانوا أن ذلك من أسباب مغفرة الذنوب وفي هذه الآيات اعتبار الإقدام على المعاصي جهالة وفي هذه الآيات فضل الله جل وعلا على العباد بكونه يغفر لهم ويرحمهم متى عادوا إليه وفي الآية أن من أقدم على المعصية ثم تاب ثم عاد للمعصية مرة أخرى فإنه حينئذ يحق له أن يتوب فيعفى عنه وليس من شرط التوبة من ذنب أن لا يكون العبد قد تاب منه قبل ذلك بل باب التوبة مفتوح ولو كرره العبد مرار عديدة بارك الله فيكم وأسعدكم الله في دنياكم وأخراكم وجعل الله العاقبة الحميدة لكم ختم الله لكم رمضان برضوانه وختم الله لكم رمضان بالفلاح والفوز والنجاة وغفر الله ذنوبكم ومتعكم الله في دنياكم بما تستفيدون منه في آخرتكم كما نسأل الله جل وعلا أن يصلح قلوبنا جميعا وأن يملاها من التقوى والإيمان كما نسأله جل وعلا أن يكفينا أمر دنيانا وأن يتولى شاننا كله بفضله وإحسانه اللهم اغفر لنا وتب علينا اللهم اغفر لنا وتب علينا اللهم اغفر لوالدينا وأسكنهم فسيح جناتك اللهم اغفر لجميع قراباتنا ولجميع المسلمين اللهم اغفق لتأمورنا لكل خير وبارك فيهم واجزهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة